أكيد مكملين بباقي فقرات صباحنا لليوم سلمة كتير عم نسمع بالفترة الأخيرة عن مفهوم صعوبات التعلمة فهذا الشيء قديش عم يعمل حالة يمكن خوف وتوتر عند الأمهات بكتير من الأواب صحيح فرح ويمكن بالبداية بتبلش الأم تتلبك ما بتعرف شو المشكلة الحقيقية اللي عند ابنها في كتير ناس أول ما بتشوف ردات فعل غريبة عنده طفل بتميل التوحد وتخاف أنه يكون مصاب بالتوحد مع أنه في اختلاف بخليني أقول تفاصيل المرض أو الأعراض ممكن يكون هي مشكلة بسيطة صعوبات التعلم ممكن نشوفها بصعوبات بالقراءة أو باللفظ أو غيرها من المشاكل الأخرى ولكن تحديدا كيف ممكن نتعامل مع الطفل اللي عم بيعاني من صعوبات التعلم كل هاي التفاصيل رح تطلعنا عليها ضيفتنا بالستوديو الأستاذة رانيا زين الدين وهي ماجستير بصعوبات التعلم بباريس أهلا وسهلا فيك يوسعى سهلا فيك أهلا وسهلا سهلا فيك يوسعى صباحك يوسعى صباحك أهلا وسهلا فيك تسلمي حبيبي اليوم عم نسمع بالفترة الأخيرة بشكل كتير كبير عن صعوبات التعلم خلينا نكون شوي دقيقين ونعرف هذا المفهوم شو بيعني وقد هي نسبة انتشار هذا الاضطراب هلأ مفهوم صعوبات التعلم هو مفهوم كتير جديد يعني بالنسبة للمفاهيم يعني تقريبا طلع بالألف تسامية وسبعة وثلاثين أول مرة استعمل مفهوم الديس الديس اللي هو عسر كلمة جاي من اليوناني تعني صعوبة أو عسر وطبعا إلى أنواع كتيرة في عسر القراءة في عسر الكتابة في عسر العمليات الحسابية في عنا حتى عسر الكلام طفل بيكون عنده مشكلة أنه يتأخر كتير بالكلام مع أنه مستوى الزكاة عنده عادي ومتوسط وفوق المتوسط وبس عنده خلل بيؤدي أنه ما يقدر يأخذ المعلومات بشكل صحيح ما يقدر يتعامل مع المعلومات اللي عم نعطيها بشكل صحيح ويصير عنده دايما تأخر بالقدرات التعليمية والنمائية طب أستاذ رعني خلينا نبلش ونحلل هيك القصة كيف بنعرف أنه الطفل أصلا معه صعوبات تعلم شو هي الأعراض الواضحة مثل ما بيقولوا اللي بتقدر يتفصل فيها بين هاي المشكلة وغيرا ما المشاكل هلأ بشكل عم بشكل عم صعوبات التعلم على العالم عم تكتشفها لما الولد يروح على المدرسة بس المفروض الأم إذا عنده ولاد قبل أو ولاد يعني معاشرة ولاد تقدر تكتشفها بسهولة تكتشف أنه ابنه متأخر عن الولاد اللي بالمحيط طبعه مثلا عننا مثلا الولاد اللي عنده صعوبات تعلم دايما بيميل أنه مثلا ما يمسك الألم ما بيحب يعمل نشاطات تلوين ما بيحب أي أمر بتعطيها ما بيسمعه بتقولك ابني طايش ابني متأخ يعني دايما نحنا نعطي دايما نسند للشي تاني والله لأنه بيحب اللعب ما بيحب اللي يدروس لأنه لا فيه شغلات الولد لازم يكون عنده فضول يعملها بقى لما بيبلش يتأخر بكل هدول المواضيع لازم الام تحس أنه فيه شي متأخر تأخر بالحكي دايما اللي عنده صعوبة التعلم بيتأخر بكل شي بيتأخر بشكل عام بالمشي بيتأخر بالحكي بيتأخر حتى بالتواصل يكون عنده أبطأ من ولد من عمره دايما استاذراني بنقول نحنا الوعي وإدراك المشكلة هي ممكن أول وأهم طريقة لإدراك الحل والسير بهذا الطريق لما بتكون الأم على هذا القدر من الوعي أو الأب أو أي حدا من أفراد العلي على قدر الوعي بمشكلة ابنهم مشكلة صعوبات التعلم قداش هون يمكن نحنا ما نخفف شوي من المشكلة وما نبلش الحل خطوة بخطوة كلما اكتشفنا أبكر كلما كان يمكن الحل أسرع تمام هو كتير مهم بمشكلة الصعوبات التعلم والتشخيص المبكر يعني كلما كان التشخيص مبكر كلما قدرنا نساعد الولد أكتر بقى الوعي مضبوط الأم لازم هلأ صار الإنترنت موجود وتقدر تبلش تدور إنه الولد بعمر هذا شو لازم يكون قدران يساوي إذا متأخر دايما ناقص زائد ستة شهر إذا تأخر عن الستة شهر معناتها بلش يصير عنا مشكلة هلأ المشكلة الثانية اللي أنا بعانية شخصيا مع الأهالي هي الاعتراف بالمشكلة يعني نحنا عنا مشكلة إنه أنا ابني زكي بس دايماً تعطيه العزر إذا ما بتعطيه العزر أنت معت تدوري عن الحل بقى دايماً لازم نقول أنا عندي مشكلة وبيدي لقي الحل وأنا ملزمة كأم أني التزم مع ابني بالحل ودايماً أنا بقول يعني بما أنه نحنا بلد يعني ما عنا كتير إمكانيات وعنا كتير البنية التحتية تبع المصعوبات التعلم الأم كتير مفتاح مهم بحل المشكلة وطبعاً في عندك المؤسسة التعليمية عندك أخصائية التخاطب عندنا الدكتور النفسي التربوي اللي بيساعد كتير بهذا الموضوع وهذا كله يعني هي حلقة كاملة بس الأم هي أهم حلقة بالقصة طيب سازة رانيا خلينا نحكي اليوم في كتير أنواع من صعوبات التعلم شو هي أنواعه وقديش بتختلف شدتها يمكن بنشوف فيه مثل ما قالتي أماكن بيكون فيه نوع أكتر موجود فيه طبعاً البيئة بتلعب دور صعوبات التعلم فيه إلى أنواع كتير قلت لك هي ديسلكسي اللي هي عسر الكتابة عسر القراءة عفواً ودائماً بتكون اللي عنده عسر قراءة عنده عسر الكتابة دائماً عادةً مرتبطين هذول اتنين بالذات مرتبطين ببعض لأنه اللغة هي عبارة عن شيفرة يعني كل حرف هو شيفرة لما نحنا بنجمع الحروف بتصير عنا كلمة الحرف اللي هو مربوط بصوت بيكون عنده الولد مشكلة بربط الشكل وبالصوت يقدر يطلع الشكل والصوت سواء بقى هاي عنا نوعين كتير مهمين عندنا الديسفيزيا اللي هي عسر الكلام وعندنا الديسكالكوليل اللي هو عسر العمليات الحسابية وعندنا الديسبراكسيا هو عسر الحركة في عنا ولاد غير قادرين يعملوا حركات مترابطة ما بيقدروا يلبسوا لحالهم ما بيقدروا يعملوا تمرين رياضية ما بيقدروا يعني هو هذا بحر طبعاً وفي شيء اسمه في درجة بتختلف عن درجة يعني في عنا ولاد مصابين بصعوبة التعلم بس ما تكون درجة قوية يعني هي بتختلف بالشدة وبالدرجة من ولد لولد مشان هيك نحنا كتير من أكد على وجود مدرب فرتي يعني لازم الولاد على هوا حالته نشوف هو شو عنده قدرات دايماً الله وقت يحرم ولد من موهبة يعطيمه هوا 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 ه بعدين بيتعلم الحكي يعني بتنعكس العملية حسب هي حالة الطفل كتير بتعتمد على حالة الطفل ما فينا نعمم كل ولد بحالته بندرس بيتشخص بيشوف شو هي قدراته قدي نسبة زكاؤه على شو بدنا نعتمد لحتى نبدأ العملية التعليمية وأهم شيء أهم شيء إحنا إذا بلشنا بكير ما نصل لحالة الفشل الدراسي نقدر نخلي الولد بمدرسته أكثر قدر ممكن إذا كانت طبعا الحالة مو شديدة ويكمل حتى يصل لمستوى تعليمي مقبول كتير من الأمهات سترانيا بسألوا شو السبب ليش هي صعوبات التعلم هل هي وراثية هل هي خلقية ما هي نتيجة يمكن ضغط مجتمعي ما عدم رعاية شو ممكن يكون السبب بصعوبات التعلم وراسي 100% كل شيء بحوثة جديدة أكدت أنه بتجي بالشباب أربع مرات أكثر من البنات هي أكيد إذا صعوبة التعلم نحنا ما عم نحكي عن نقص الأكسجة بالولادة أنا عم بحكي كصعوبة التعلم هي خلل عصبي بالدماغ يعني أنا تخيلي عندي كمبيوتر جديد بيأخذ العائل بس المعالج تبعه منزوع يعني المعالج اللي بيأخذ المعلومات بيتنظمها بالكمبيوتر عندها في خلل بالمعالج هذا نفس الشيء اللي هو صعوبة التعلم نحنا نرجع ونعمل معالجة للمعلومات ومنقدمها للطفل جاهزة ونحاول نبني معه المعلومات خطوة بخطوة لحتى يقدر يكتسب المعلومات نعم طيب خلينا نحكي اليوم قلت حضرتك أهم دور هو دور الأم ودور الأسرة بشكل عام المراحل اللي لازم تبلش فيها وقدم ممكن هي كمان بحاجة يمكن لبعض الدورات أو الإرشادات لحتى تقدر تتعامل مع طفل صعوبات التعلم هلأ الطريق كتير كتير طويل يعني أهم شيء أنه الولد لما يكون عنده صعوبة التعلم أهم شيء أنا حكيت للك يعني تشخيص المبكر دائما دور العائلة كلها كتير مهم لأنه لما يكون عندك ولد في صعوبة التعلم بالبيت هي عبق كبير على كل العائلة على الأب والأم لأنه بيحسوا بالزنب وبالمسئولية إذا هنا معترفين طبعا بالمشكلة أنه في عندهم مسئولية وشعور بالمسئولية أنه بدي قدموا لابنهم أحسن شيء لحتى يقدر يطلعوا من هالمشكلة وكمان دور الأخوات كتير مهم لأنه الأخوات حيشوفوا أنه مثلا فيه اهتمام بهذا للأخ أكتر من البقاية بيصير شوية غيرة بيصير عندها مشكلة والثالث كمان عندك العبق المادي لأنه هذا الولد لما يكون عنده صعوبة حياخده دروس أكتر حنضطر نجيب له معالجين أكتر حنهتم فيه أكتر حنشتري له كتب أكتر حنشتري له برامج لتساعده أكتر كل هذا العبق على العيلي بصراحة أسترانيا أنت بتقولي أنه نحن بمرحلة الخطر على الطفل ونواهتي يمكن لأهمية أنه نحن ما ندخل بالفشل الدراسة هذا الشيء يمكن يلي أكيد ولا حدا بالعليل يتمنى أنه يوصله أنت بتقولي نحن هلق بمرحلة خطر وأنت بتقولي نحن ببداية المشكلة والحل أسهل وأسرع خمس ست سنين هي بداية المشكلة والحل لسعتنا بإيدنا والولد لسه متجاوب مع المعلومة وحابب يتعلم حب التعلم يعني مزروع بكل واحد فينا كل ما منتأخر إذا صرنا لسن المراهقة الولد صار عنده مشاكل تانية صار عنده مشاهل المراهقة صار عنده الهرمون صار عنده فقد الأمل أنه يكون متميز ومعت عنده حب للتعلم فقد هالحب للمعلومات أنا دايما بقول المراهقة هو أصعب شي يعني أنه نبلش نحل المشكلة بسنة المراهقة يعني صعب متأخرين كتير منكم متأخرين هل ست سنين كتير مهمين من الستة لأتناعش ست سنين يعني مدة كتير طويلة بمرحلة النمو طبع الطفل وكتير مهمة بالتعليم طيب أبرز خليني أقول أدوات أو أساليب العلاج المتبع لصعوبات التعلم وخصوصا كما قالت أنه في أكتر من جهة في اختصاصي في الأهل في دكتور فغلي نحكي كيف بيتم العلاج هلأ العلاج هو طويل وعن نفس الطويل لازم نعرف أنه صعوبة التعلم هي إعاقة تدوم مدى الحياة يعني هي مو شغلة عالجناها أخذ كم كورس تحفيز خلص لا هذا الولد يتعلم يتعايش مع المشكلة اللي عنده بقى نحنا منعلمه أنه أول شيء يحصل على الأساسيات أنه يكون قادر على القراءة يكون قادر على نحنا كتير من أكد على الجهة النفسية للطفل لأن نحنا بهمنا الولد يكون مرتاح نفسيته مرتاحة في كتير عالم ناجحين بالحياة العملية وما عندهم قدرات دراسية ما عندهم شهادات عالية وبالعكس في عالم عندهم شهادات عالية مونعشحين بالحياة العملية بقى نحنا كتير من أكد أنه الولد أول شيء يأخذ الأساسيات ويكون شخصيته متفتحة متغلب على مشكلته نفسياً ومعنوياً أنا عندي مشكلة بس قادران أتخطاها ويكمل حياته بشكل طبيعي نعم أكيد نتشكر إكا على كل المعلومات التي قدمت لنا يا عمد نتمنى فعلاً يكون في حالة الوعي عند كل الأمهات يمكن هنا الأقرب اليوم لأطفالهم وهنا يمكن المرافقين بكل تفاصيل حياتهم الأقدر يمكن على ملاحظة هذه التفاصيل فأكيد نتمنى يكون هذا الوعي عند الجميع حتى لو الأمور الماضية شوي صعبة يكون في تعاون كتير كبير بين المدرسة على وجود الإنترنت ووجود اليوتيوب أنا بظن يعني ما في حجة في كتير شغلات عم نقدر نلاقيها ومتساعدنا شكراً لألك شكراً لألك لوجودك معنا إيرانيا زاندين وماجستير في صعوبات التعلم من باريس شكراً لألك